موسيقى حلقتنا النهاردة هنطير على السويد عشان نشوف أغرب طيارة في العالم بعدها هنطلع على الصين عشان ناكل أكلة شعبية صينية موسيقى كلنا وإحنا ماشيين في الشارع بنلاقي أماكن كثيرة جدا فيها عربيات متكهنة زي اللي إحنا عاديين فيها دي أكتر واحد فينا ممكن يفكر إن هو ياخد العربيات دي الصحة ويبيحها فردة في السويد في شاب سويدي كان كلما يروح مطار ستوك هولم يلاقي طيارة ماركونة في نفس مكانها ما سأل عنها قالوله إن دي طيارة متكهنة وهتتباع خردة قريب جدا يا ترى الشاب ده أخذ الطيارة دي وعمل بيها إيه؟ موسيقى 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 كم واحد فيكو بيحلم إنه يسافر؟ كم واحد فيكو حلم حياته إن يركب طيارة ويشوف العالم ده من فوق؟ كم واحد فيكو يبقى سعيد جدا هو قاعد على كورس الطيارة وقاعد ومضيفة بتديره الأكل والشرب وقاعد مع ناس يمكن مع أصحابه مع عائلته مع أي حد تخيلوا لو في حد قالوكو إن كانت ممكن أي واحد فيكو يبقى عنده قوضة نوم جوه الطيارة تخيل بقى السرير وقوضة النوم دي جوه كابينة الطيارة بعد الكابتن شركات الطيران في حدة كثيرة جدا في العالم بيبقى عندها طيارات خلاص خلصت خدمة تقاعدت عن الخدمة وبعدين بيرموها أو بيودوها لنهاية تتقطة في حديد كخوردة هنا في ستوك هولم عندهم حاجة جميلة جدا شخص شاب في وزارة السياحة هنا فكر في فكرة رائعة قال لك ليه ما نجيبش طيارة من الطيارات اللي عندنا ونعمل بيها ترويج سياحي عالمي نخلي الناس كلها تتمنى نهاية تيجي ستوك هولم مش عشان خاطر الخضرة والطبيعة وعشان حاجات كثيرة جدا ولكن عشان خاطر الطيارة اللي ورانا دي طيارة الجامبو ستيش طيارة دي الراجل اسكر اللي هو شغال كان في وزارة السياحة أدى فكرتها قالوهم للناس كلها والناس وفقت على أفكاره كان شاب لسيس جدا والناس كلها وفقت على فكرته أول ما قالها وزارة السياحة ومسؤولين عن السياحة هنا جابوا جابوا الطيارة دفعوا تمن ان هي كانت حتباحها دي تتكلموا مع شركة طيران أخدوها وعملوها فندق عالمي فندق الناس كلها من جميع عن حال عالم يتيجي عشان خاطر تبات وتعيش جوه الطيارة الجامبو الحقيقية دي تعالوا يتعرف على حاجات كثيرة جدا وديتيلز كثيرة جدا جوه الجامبو ستيش كمان الوضوع ده بجد ولا في الخيال حتى الأصاري الزرع هنا معمولة من عجل طيران حقيقي حقيقة بجد رائعة أنا مش مسدق نفسي واعتقد كل الناس اللي بتحب الطيرات وبتحب الطيران هتعشق الهوتيل ده ولازم كل الناس هتيجي عشان خاطر تستمتع بكزة ليلة وما كانش ليلة واحدة تبقى كزة ليلة في باية واكل شارب نايم اعمل كل حاجة في الطيارة الجامبو هتلاقوا هنا حتى المحركات بتاعت الطيارة استفادوا بيها محركات كبيرة زي شافين محركات عملاقة محركين في أربع محركات في الطيارة الناس دي ما سابتهاش كده استفادوا بيها وعملوها من جوه قوض نوم للفندق والناس بتدفع فيها من خمسمائة كرونا سويدي لغاية تمنمية وخمسين كرونا سويدي في وقت الزروة في وقت ان هو الموسم بتاع الصيف هنا مرحبا بكم كلكم في قوضة المحركات هنا تعالي نشوف المنزر من جوه عامل ازاي انا بجد مش مصدق نفسي ان محرك طيارة بوينج جامبو اتعمل فيها كده حطين دفاية حطين مروحة ان هي عشان طنقية الهواء في تليفزيون في شماعة في مراية في سرير يعني حاجة بجد شايفين المنزر وكبير يعني اهو الواحد يقعد هنا ويروق وراه كمان حطين زي ازاي عشان خاطر تشوف المنزر من بره عامل ازاي حاجة بجد جميلة جدا 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 فكر رائع فكر راقي الناس ما سابوش حاجة غير لما عملوها هنا حتى الجناح عاملوا عليه ممشا وعملوا عليه مكان عشان تعرف تشرب القهوة بتاعتك وتطبسه وتبقى مروحة اخر رواءان ولكن قبل ما تعدي هنا لازم تكيش الناس جوه لازم تدفع لهم الناس ما عملوش طيارة عشان خاطر يعملوها كده للاو للوطن لا بياخدوا منها فلوس من كل نفس الواحد بيتنفسه جوه الطيارة كبينة هنا لو انت عايز تاخد مش تتمشى على الجناح وعدين تدخل تاخد تور في الطيارة بخمسين كورونا سويدي لو عايز انك انت تمشي وكمان تشتاكل كوكي وتشرب قباية قهوة هنا بستين كورونا وفي الاخر حاجة لو انت عايز تشرب قهوة تاكل كوكي مشع الجناح وتدخل جوه تعمل تور سريع في الطيارة بسبعين كورونا سويدي دخلنا جوه الطيارة ده باب الدخول على الريسيبشن حاجة جميلة جدا 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 لان ده الباب الحقيقي المفروض لو اي واحد بيبقى داخل الطيارة بيلاقي المضيفة هنا بتقوله اهلا وسهلا بيك وبتقوله بوردنج باس ولكن هنا مفيش بوردنج باس ومفيش مضيفات جميل جدا انو انت داخل هتلاقي اول حاجة موجودة انك انت لازم تقلع جزمتك عشان خاطر نظافة الفندق من جوه ولازم مفيش تدخين بوه ومفيش حيوانات هنقلع جزمتنا وندخل نشوف حاجة نشوف بجد الفندق ده او الجامبو ستيد عبارة عن انه هن كتبين هون ممنوع دخول الجزم هون ذا ادخل هتلاقي الريسيبشن ها هاي كيف حالك؟ 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 كيف حالك حالك؟ كيف حالك؟ يعني ان تحصلون هون كما تحصلون ه وهذا تحصل ايضا محول يحضن نفسك هل تحصلين بالموائد ما تغير هذا السيارة لكي تكون كل ما قلناها حسنا نحن 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 المفاجأة الكبرى كابينة الطيار هنا شوفوا عملوا فيها ايه وزاي حاولوها من كابينة الطيار حقيقية في طيارة جنبه لأودا first class this is the first class room you have here this is the luxury you have this is the one I can see like I can't believe that this was really cockpit one day and it was flying and the captains was here and there's passengers there it's amazing idea so tell me about how you changed this from a cockpit to a real bedroom with even a shower and everything here how we did it yeah how do you get you know like the idea to do this and to get this space and stuff like this you know like tell me a little bit about it I don't know too much about it mate I'm sorry I don't really know too much about it I don't really know how he came up with the idea yeah I don't really know about it but Oscar is a very creative person yeah he is he's an amazing person he's an amazing entrepreneur super super creative super creative so what's this actually? this is the cafe so people come here to well first off this is where we serve breakfast you can come here to just take a cup of coffee or eat a cinnamon bun or take a beer or whatever you like yeah you can also eat lunch or dinner here as well so this is for the people who are reserving rooms and for normal people passing by that they just come and can enjoy some good time having food eating or having a cup of coffee or whatever it is absolutely you can always swing by we are open 24-7 24-7 yeah because the cafe however is open until 1 o'clock yeah so this is really cool alright so this is the black box suite wow this is where the black box used to be used to be yeah it is wow which is actually orange as you can see by the pillows yeah the black box have to be orange it is it is actually orange really? yeah why it's called the black box? i have no idea i have no idea but it is orange wow so this is the room you get it's huge man it is it is very big it's very comfortable when you lie down when you look up the ceiling you know yeah it's huge big it's really really cool yeah so actually the tail of the plane will be here yeah yeah absolutely yeah that is fantastic yeah that is fantastic there is a door here that's the uh safety exit yeah you can't open it now though yeah because there is no arm yeah exactly yeah that that is amazing really did you know that one of the black boxes was located in this room now i know yes for sure one of them yeah yeah this is very big it is and you have your own private shower and toilet in here as well also yeah that's amazing and what's the prices is it cheaper or more expensive because it's more big it's actually cheaper than the cockpit yeah it's cheaper it's uh 1900 swedish corners yeah one thousand nine hundred one thousand nine hundred per night yeah per night wow and this is for single double whatever it is single double triple whatever you like yeah yeah so family can come and stay here absolutely as long as you can fit three in the bed you're welcome to stay three here yeah wow this is amazing this is really fantastic we were walking in the cab car beautiful and amazing pictures we can see the pictures of the carares that are going to shoot some weird pictures so what's these photos i see all over the place here yeah down the hole here you can see photos from when we were rebuilding the plane so when you got the plane from the airline and then you were rebuilding it هموا الغيارات بالفكرة لستغلق إذا كان يمكنك أن تدعوه بشكل ما كان يصبح هنا هذا هو مكان أول حياتها عندما أننا انتقلتهم فهذا يمكنك أن تريني هنا عندما أننا استقلت عليها الناس كمية هنا هذه هي التعامل يلتقى الطيارات أجل كل المسترات التارية بديك هنا هذا رائع هذا كان بكرة أول راحة هذا راحة التي نتعركه من قبل في الصور اللي هم demişنا في جميع ممرات للطيران أول ما اشتروها من شركة الطيران و هم يجددوها عشان يجدعو المعلاج للطندق العظيم اللي نحن فيه جميل جدا أمله إليها القيادةária لأن هذا هو للمشاركات المنزلية تشاركوا المنزلية والتشوار مع الكثير من الناس هذا هو أكثر من المنزلية؟ لدينا خلال تشوارات المنزلية؟ خلال تشوارات المنزلية لتشوارات المنزلية ويجب أن يتواجدوا فتحيني ثم لم يذهب ونظر. فاقم أشهد الى اخرى المشارك المستличة. نعم نعم، 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 حين أحصل بالتكتب تعلم على البيتبار. لأنها الأشياء تزالون بثنان في البيتبار، أو لا يحتوعون لشهاجات إلى به خارج المستطلاعier، ثم تزالون من تحيص البيتبار البيتبار. ما يوجد لديه من عهلة جديدة لكننا لم يوجد أشهد البيتبار. نعم نعم، تحضر هذه السياسة و كيفية؟ نعم، واع، تحتجز، هذا هو عادة كما السيارة كل المنزر يمكنك ترى هنا والموظف الأمر نعم هذا مباشرة فأستطيع أن نقوم بعمل وشيرًا هنا الأمر يصدر جيدا في الحمام والطيارة فقط مريح ولكن هذا لم يقوم بالفعل لا شيء جيد جدا 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 هذا الطابق في حالة وطالره للتعاء فالتحرك يستمتعوا تردق الوضع اذا الشيطان اذا جيد جميلة امامة يمني في واحدهم كم في امامة تجد ووضع لتجد 11 امامة حياله يجب أن يجب على قطعه منثله لناكي قطع منتواف ما بيقول هذا هذه الحظة؟ هذه هذه حصاً حالة من الثاندة التركيز من هذا الرقم من قبلها أيضا في منذ أولادين هذا كان هناك الأفكار فهي قدروا فتاهم لأنه بيتها انا كان هذه تركيز من تلك الرقم؟ اوه 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 انا صلى الله عليه الا اوه 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 لا أعلم اوه 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 انا استمتع جماعة نشوف صور اخر زول الطيارة هنا في مطار ارلندا السويدي عشان خاطر عبرها اطلعت ع المعاش و حولوها بعد كده لفندق بالطريقة الرائعة والذكية اللي احنا شوفنا لقينا واحدة هنا بتحجز قوضة و داخلة فحنسألها ليه جت هنا لا شعورها و داخلة جاء طيارة جميلة، فإن تم настоящاً؟ نعم، 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 بطبع عليك سنرسع إلى هناك عمزة لأ BRD فإن أحد من الأمر، لديك الكثير من محددين في تلك دولة من الأن أكثر، لماذا تلقل تع رناك؟ لماذا تلقل تعريباً وكل تلقل العبارة لكي تلقل مع رمزة؟ لأن هذه الأمراء وهذا الأمر لا تحصل علىشق، لمن ثمًا مهنف لذلك هي مهنف نعم، نعم، فإن أحضر وحاوله فقط إذن أنك سوفت فيها لكي تتعلم هذا المكان نعم أم أنني لقد أبردتها وبدأت جميل من الداخل من الوضع كما تعتقدتها؟ نعم إنه جميل ومع ذلك إلى الأعراض ما دائم ستكونت في المنزل؟ هل هل خلال المنزل؟ إنه درم إنه ممتاز جميل لأنني أعتقد أننا نتحدث عن السعب 400 سنة. إنه مباشرة. نعم. إنه مباشرة. لديك مرحبا هنا. نعم. ومعينة إلى عددك. نعم. هذا ما أعطينا هنا. نعم. نحن نحن نعود الناس. إنه مباشرة. لقد أخبرت أن الكثير من الناس لتعود ويشفتها. إنه مباشرة. نعم. إنه مباشرة. هذا مباشرة. حسناً جميلة تتوقف شكراً لك إنه ممتازكي كيف تفعل هذا إنه ممتازكي إنه ممتازكي إنه ممتازكي إنه يجب أن تتعرف على حالة الهاتف إنه يجب أن تكون هنا إنه يجب أن تكون هنا بيتها أتباع حسناً انها ممتازكي لأتباع حسناً إنها شكراً وعرفتو كلكم شايفين ازاي الناس دي بتستفيد بكل حاجة وتعمل ترويج سياحي صح بفكر صح خارج السندوق مش داخل السندوق وحاجات قديمة That's amazing موسيقى زاكي حاجة خير اخبارك ايه؟ اخبارك تعبيني معاك كله تمام؟ زي العصر لحم التعبين دي حاج مصري ولا سوداني؟ مصري ولا سوداني لا اللي في ايدك مصري يعني بتعتبر كده ايه؟ ايه احسن بتعتبره في الشوة؟ اللي في ايدك ده انت عمرك هكالك تعبيني بكده حاجة خيري؟ لا 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 متعرفش ان هو في ناس بتاكل التعبين دي لازم كل يوم عشان فترجي صحة ومناعة وكل حاجة؟ يقولك ان لحم التعبين ده من اطعم اللحوم اللي ممكن تكلها وتمزمس فيها في حياتك يعني انت شغال مع التعبين بقالك كام سنة وم عمرك ما حاولت تاكل تعبان؟ لا ما حاولتش خالص؟ ولا مرة كده حاجة نفسك في رمضان في اي حاجة نفسك كاليتك على تعبان من التعبين؟ ولا مرة يا انهار بيض لو انت والجماعة كمان زي الحاج يخيروا عمرك ومكال التعبين عايز اقولكو ان الاكل للتعبين اكلة من احلى الاكلات الممكن واحد يقولها خاصة لو هو في الصين مفيه انتون موسيقى 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 النهاردة حاولنا يتعشف في حدد كتيرة جدا هنا في السوق في شانجهاي ولكن يعني ورغم ان يعني اصدقائنا هنا مش عايزين يأكلوا معنا تعبين ولكن انا صريت ان احنا ناكل تعبان انا والرجل العظيم المصور اللي بيصور الكلام ده عشان خاطر ناكل حاجة جديدة فاحنا جينا هنا في سوق اللي بيبيعوا فيه حاجات بتاع البحر ونستقررنا على تعبان دقرة يا حالتك ناكل تعبان ده عادي جدا الناس زي ده احنا انتفقنا عليها بستين ار ام بيو هنزبط الدنيا كلها يا حاك رأيك هيطلع تعمه حلوة لا يا حابب متفرر يا جنت رح تقولي بقى طالب طيب ربنا هيصر احاك جاب نتوقع الله ونشوف هنا ازاي بيأكلوا تعبين ده تعبان تعبان يعني تعبان ما بيهرقش بص المنظر كده تعبان حقيقي وبيقفش وبتاع بص المنظر بك الله تعالى هنا قدام الكاميرا قدام الكاميرا قدام الكاميرا ما تمشيش يلا اقتل اقتل قدام الكاميرا ده يعني بيسلوك وهو لسه حايد راف بص رسه بيلعب رس جسمه تعبان قطعوه وسلقوه زبطوه بعدين بيرموه هنا فيه ده تعبان ده قطع التعبان التعبان بيتحمر شك قطعوه لما كاننا كاتشاف بالموز ببراط الخشب هنا المرة دي جينا ناكل حاجة اغرب كتير جدا من المرة فاتن تعبان مقلي تعبان حقيقي مقلي تعالى تعالى مريني الطبق بقى ده الطبق التعبان بعد لما تعمل حط عليه الفلفل احمر يعني حيموتنا وبصل فضل فضل that takeaway انا مش عارف و ليه الناس بتبصر لنه بزهول يعني nat Architect coal ho dell tech ده و الله لا تاجد لا 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 الله الله لا 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 اللي انا مش yif واي واي در showing بالت gr20 is هاو 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 لا قولي دلوقتي قولي قولي هاو اختبار الاختبار هاو 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 lithium شك 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 تتيرaman شكرة Shanghai لا أعرف من كتر الخيرات يبدو منين ولا منين يعني تعبين يا نهاري صوف عبرها يبدو مناني حدة قطع بيدك قطع بيدك بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا لِلّه وإِنَّا إِلَيْهِ رَاشَ عُمْ بسم الله الذي لا يدور مع اسمي الشايك للأرض و الاسلام والسلام والعليم تعبين يا قبلا طعمه جامد جدا ما احنا قررنا ان احنا بجد نتعشى النهاردة تعبين نفضل انتعبان ازاي هنا في الصين بيأكلوه من اول ما هو بيلعب بيقطعوه بيأكلوه بيزبطوه وبعدين في الاخر بجد طعمه جامد جدا ايه اللي حيحصل بعد كده ربنا نسطر حالا حيبانع الكلام ده وتفرجوا عليه في التليميزيون وانا يكون عايش على وجه عن الارض الله اعلم ولكن طعم التعبان جامد جدا نعملينه بتوابر والطعمه جامد جدا هاو اه البنت هي السبعيتني انا قلت اجرب بحد فالبنت اخذتها عايزة تاني اكدنا تعبيني يعني لما تهرينا هاو هاو يه شايفين المنظر اهو حاجة جميلة جدا بيقول لك اهو بعدين بيقول لك مفيد جدا للصحة مفيد جدا جدا للصحة التعبين ده لو عرفنا الدي فوايده في مصر اعتقد كلنا حنقلب نبطل ناكل فولو طعمية ونبطل ناكل اكلات كتيرة جدا ونضرب تعبين ونبطل استاكوزة ونبطل جمباري ونبطل حاجات دي وكلنا ناكل تعبين اللي بيقول لك مفيد جدا 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 اشوفكو في حدة تانية كتيرة جدا السلام باي 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 شفت حاجة خيري في الصين ده بعملينه في التعبين اه يولا حاجة جميلة جدا بصراحة هنجرب هنا برضا حاجة جبارة جايف مقلي وماشوي واللي انت عايزه كله هنحاول نجرب الحكاية بقول لك يا حاجة خيري ما تنظبطينا التعبين ده في الشهر لا 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 دعوه ده عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة